بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من سلسلة حلقات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي نستعرض فيها غزوات النبي نرى فيها طريقته في القتال ونتابع فيها رحلة صعود الإسلام من الضعف إلى القوة والتمكين في الحلقة القادمة توقفنا عند واحدة من اللحظات الصعبة التي مرت على الجيش الإسلامي نحن نتكلم في عدد كبير بعشرات الألاف أو مئات الألاف من الروم ومن حلفائهم العرب في مواجهة ثلاثة ألاف من المسلمين والمسلمين قتل قادتهم الثلاثة الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وبالنهاية اجتمع المسلمون أو بادر إليهم على خلاف الروايات يعني اجتمع المسلمون على أن يقودهم خالد بن الوليد وتلك كانت أول مشاهده بعد الإسلام طيب في ظل هذا الوضح سيدنا خالد قرر تنفيذ انسحاب بالجيش الإسلامي وبالفعل نفذ انسحابا عسكريا مميزا وهو هذا الانسحاب يعني واحد من أهم أعمال خالد في التاريخ الإسلامي أنا شخصيا سمعت من بعض العسكريين أن هذا الانسحاب هو من أهم الانسحابات الناجحة في التاريخ الحربي كلهين طيب كيف كان ذلك؟ سيدنا خالد بن الوليد اعتمد في تنفيذ الانسحاب على الحرب النفسية على أن يقذف الرعب في قلوب العدو فهو ظل صامدا بالجيش حتى الليل يعني بعدما طبعا القادة الثلاثة قتلوا ظل صامدا بالجيش حتى الليل في الليل بدأ فيه متابعة الخطة الخطة كالآتي صنع جلبة وضوضاء في الجيش ليحاول إيهام الروم وإيهام حلفائهم العرب أن المسلمين قد جاءتهم أمداد في الليل فالحركة والجلبة في نفس الوقت على بعد مسافة واسعة خلف الجيش أشعل نيرانا كثيرة يعني على مسافة من الجيش أشعل على خط واسع نيرانا كثيرة أيضا للإيهام بأن هذا العدد الذي جاء هو عدد كبير واتخذ قرارا فبدل الميمنة ميصرة والميصرة ميمنة جعل الساقة مقدمة والمقدمة ساقة يعني غير في خطة الجيش فلما أصبح الصباح وبدأ يعني يتواجه مرة أخرى طبعا مرت أيام من الحرب فكل طرف يعني يعني العدو كل طرف في العدو رأى أمامه رجالا غير الذين كان يراهم بالأمس غير الذين كان يقاتلهم بالأمس فبالتالي أيقنوا بوصول المدد هو طبعا حقيقة لم يصلش مدد لكن يعني ميصرة الجيش كانت تقابل ميمنة المسلمين لكن ميمنة المسلمين هذه صارت ميصرة وكذلك العكس ف وهنا يعني بعد تأكدهم من أنه وصول جيش جديد نفذ سيدنا خالد هجوما قويا على جيش العدو فضغط ضغطا شديدا ثم توقف ثم أخذ ينسحب تدريجيا فهنا لم يشك هذا الجيش جيش العدو أن هذا الانسحاب هو محاولة استدراج إلى فخ أو حتى محاولة استدراج إلى عمق الصحراء التي يجيد العرب فيها القتال فأحجموا عن تعقب الجيش المسلم والجيش ينسحب تدريجيا وهم لا يريدون أن يتعقبوا ينسحب حتى وصل جيش المسلمين إلى المدينة فهذا كان من أهم الانسحابات يعني هذا الانسحاب في مثل هذا الوضع في مثل هذه الظروف كان لابد سيؤدي إلى تعقب الجيش وإلى مقتلة فضيعة جدا لو لا هذه الصدمة الصدمة النفسية التي أحدثها سيدنا خالد بن ولي لكن عاد الآن الجيش إلى المدينة المفاجأة حقيقة في صبيان المدينة صبيان المدينة نستطيع أن نقول أن صبيان المدينة تفاجأوا لأول مرة بجيش كبير خرج من عندهم ورجع منسحبا فالصبيان خرجوا يحصيبونهم بالحصى يعني يلقون عليهم الحجارة ويقولون لهم يا فرار يا فرار فيعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا وقلب لهم الكرار إن شاء الله لكن أنظر إلى هؤلاء الصبيان طيب الآن إذا نظرنا إلى نتيجة المعركة أنا أقول أنظر إلى هؤلاء الصبيان كيف هو يعني تعلقهم بالجهاد كيف هو إنكارهم الانسحاب إنكارهم الفرار فيعني المجتمع مجاهد مجتمع بطل الآن المعركة نفسها إذا نظرنا إلى نتيجة المعركة يعني بالحساب العسكري المحبوب فسنرى أن المسلمين تعرضوا لهزيمة في هذه الغزوة لأنهم رجعوا منها منسحبين لكن حقيقة بقية الأمور المحيطة بالمشهد العسكري تجعل الصورة مختلفة لأن أولا نحن أمام قوم ثلاثة آلاف وذهبوا يقاتلون عرب الشمال للغزاسنة الموالين للروم وفوجئوا بالروم ولم يرجعوا بل أكملوا المسير وخاضوا القتال طب هم هذه طبعا جرأة وشجاعة عظيمة بالذات عند العرب الذين كانوا يتهيبون ويتخوفون من قتال الروم طيب هذه الشجاعة العظيمة أيضا هم ثلاثة آلاف في مقابل عدد ضخم وصلته بعض الرواية إلى مائتي ألف كما قلنا يعني هذا انهيار لا يصدق في ميزان القوى بين الطرفين فانظر إلى الشجاعة المضاعفة وكذلك هم استطاعوا أن ينفذوا انسحابا متميزا إلى الدرجة التي خشية فيها الروم وحلفاؤهم العرب من تعقب جيش المسلمين لألا يكون فخا يعني هذا يدل أيضا على تهيب الروم لهم وهو دليل أيضا على بسالتهم في القتال لأنه الروم خشيت يعني الروم خشيت أن يخسروا المعركة إذا تعقبوه حتى إعداد القتلة سبحان الله كان الروم فيها هم الخاسرون يعني لم يقتل من المسلمين في هذه المعركة سوى إثنى عشر إثنى عشر فقط منهم القادة الثلاثة طبعا لكن قتل من الروم كثير ولذلك يعني لا نستغرب ولا نتعجب لأنه إذا وجدنا أن بعض العلماء يرى أن هذه الغزوة محسوبة في الغزوات المنصورة لأنه يعني يقيم هذا بشكل عام وهذا كثيرا ما يحدث في التاريخ يا جماعة الخير أنه أحيانا تكون الميزان العام للمعركة أو الميزان الرقم للمعركة يؤدي إلى نصر طرف على طرف لكن حقيقة المعركة تدل على أن الطرف الأضعف الطرف الذي يبدو منهزما من جهة الأرقام هو الطرف الذي كسب مكاسب كثيرة وغير أوضاعا كثيرة واستطاع أن يحوز مكاسب نفسية واجتماعية كما نرى في كثير من حركات المقاومة عبر العالم لكن هنا نحتاج أن نتوقف وقفات أولا أنت ترى أن قوة المسلمين وثقة المسلمين بأنفسهم ويعني ما حققوه من النتائج في السنوات السابقة جعلتهم وهم ثلاثة آلاف لا يحجمون عن متابعة المعركة في مقابل هذا العدد الضخم من الأعداء وفيهم الروم الروم ذات الصولة والهيبة والصطوة والسلاح والرجال يعني هذا يخبرنا إلى أي حد كان المسلمون في هذا الوقت يحصدون ثمار الانتصارات السابقة وهذا يعني يخبرنا أنه كثرة الانتصارات تدفع أحيانا إلى يعني اتخاذ قرارات تغلب عليها الحماسة أيضا طبعا حقيقة نحن لا نعرف كيف جرى يعني النقاش بين الصحابة على وجه التحديد لما كانوا في معان لكن يعني أنا يصعب أن أتصور أن المسألة كانت محض حماسة يعني يبدو لي أنهم رأوا في هذا الإقدام على القتال يعني نوعا من الضرورة السياسية يعني نوعا يعني كان في ضرورة سياسية في مواجهة الوضع الذي صنعه عرب شمال الجزيرة من حلفاء الروم إحنا ذكرنا مسألة تجرؤهم على السفير وقطع طريق على بعض المسلمين ونوع من الاعتداءات فرأوا أنهم يجب أن يقدموا وهذا نوع من الضرورة السياسية طيب الملاحظة الثانية سنجد أنه كثير من العلماء توقف عند معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي خالدا قيادة الجيش بل حتى لم يذكره يعني هو ذكر القادة الثلاثة ولم يجعله هو الرابع لكن جعله كغيره فيفسر بعض أهل العلم هذا الكلام أن هذا نوع من التربية والتصفية لسيدنا خالد يعني سيدنا خالد لم يكن في المعركة مثله كان هو أفضل الفرسان والدليل أن المسلمين اصطلحوا عليه لكن خالد عاش حياته كلها قائدا لخيل قريش فالآن هو نازل تحت مولى يعني نازل تحت قيادة مولى لرسول الله اللي هو زيد بن حارخة فكان تحته وبعد زيد جعفر طبعا جعفر صحيح هاشمي وقرشي لكن أيضا ليس له سمون في الحرب كخالد رضي الله عنه ونازل تحت قيادة عبد الله بن رواحة وعبد الله بن رواحة أصلا أنصار يعني ليس من أهل مكة ليس من قريش وهذا والله أعلم هو التفسير الأرجح ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره قيادة خالد بل استبشر بها وسماه سيف الله المسلول تمام فهذا نوع من التربية أيضا ربما نحتاجه أو يحتاجه القادة مع بعض القادة الذين هم تحت أيديهم في حسن سياسة نفوسهم وقفة ثالثة أن سيدنا خالد بن الوليد وهو هذه الكفاءة العسكرية الكبيرة يتولى قيادة المسلمين في أول مشهد يحضره معهم يعني على ما يدل ذلك يدل أن بعض الناس عندها من الموهبة والكفاءة ما يجعلهم يعني يفرضون أنفسهم ويجعل الأمة في حاجة إليهم وهنا تبقى عبقرية القيادة وحسن توظيف القيادة للطاقات كيف تعالج ما في نفوس هذه الكفاءات والمواهب يعني تعالج ما فيها مما قد يفسدها على المهمة أو مما قد يفسدها على الأمة لكن لا يمكن التخلي عن هذه الكفاءات والمواهب يعني النبي أخره لكن لم يمنعه من الخروج أيضا وقفة رابعة أن سيدنا خالد من أهم ما يميزه أنه يقاتل بعقله ويده معه يعني هو تكسرت في يده تسعة أسياف لا يعني لا شك في قواته وبسلته لكن موهبته العسكرية الكبرى كانت في تخطيطه للحرب وفي قوة نفسه وشدة شكيمته في أنه يقرر الانسحاب يعني هو يقرر الانسحاب وخلفه جيش متحمس وهذا الجيش لم يحجم عن التعرض لأضع فيه في العدد وفي العدد فهذا يدلك على صلابة النفس وقوة العقل مع الشجاعة هذا سيدنا خالد هنا أيضا هذه نعتبرها وقفة خامسة يعني أحيانا يسأل بعض الناس لماذا جاز لخالد أن ينسحب ولم ينسحب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أو الخندق يعني ليه النبي في بدر للمرجع إلى المدينة وللنبي في الخندق لم ينسحب أمام جيش الكفار طيب أجاب على هذا السؤال مهمة طيب لكن الفارق هنا لك أيضا نفهم السيرة ونفهم الغزوات الفارق بين مؤتة وبين بدر والخندق أن الجيش الذي يقاتل في بدر وفي الخندق كان هو الجيش الرئيسي للمسلمين يعني جيشهم الوحيد قواتهم الضاربة العاصمة المدينة المنورة هي مهددة في حال الهزيمة وإذا انسحبوا ستجتاح فلهذا كان لابد من بذل كل الجهد لتحقيق النصر ولحماية العاصمة اللي هي قلب الدولة المسلمة لكن الجيش في مؤتة كان يقاتل بعيدا الشمال أعظم توغل فيقاتل بعيدا العاصمة وخلفهم أمداد من المسلمين فهؤلاء ما عليهم بأس إذا انسحبوا إذا يعني ما عليهم بأس إذا انسحبوا فيه من معركة كان الاستمرار فيها خسارة محتمة وكان الانسحاب فيها ليست له نتائج كارثية فعلى هذا انتهت غزوة مؤتة التي هي كانت الاختبار الأول لسيدنا خالد رضي الله عنه طيب سيدنا عمر بن العاص سيدنا عمر بن العاص كان الاختبار الأول العسكري له في نفس التوقيت تقريبا يعني بعد شهر واحد من مؤتة معركة مؤتة كانت في جمادة الأولى من سنة الثمانية للهجرة وجمادة الثانية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة سيدنا عمر بن العاص وهذه سرية تعرف بسرية ذات السلاسل على غير ما اعتدنا السرية هذه فيها كلام أحتاج أن أتوقف عندها وإن كان ليس في منهجنا في هذه الحلقات التوقف عند السرائل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن العاص وقال له إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك يعني تسلم وتغنم تنتصر وتغنم وأرغب لك من المال رغبة صالحة يعني سيكون لك فيها مصيب من المال بشكل جيد فقال عمر يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر نعم المال الصالح للعبد الصالح ما هي السرية التي خرج فيها عمر خرج يقود ثلاثمائة من المهاجرين وأنصار إلى ديار قضاعة قضاعة هذه في الشمال شمال الجزر العربي يعني أيضا في نفس الوجهة التي توجه إليها خالد أو توجه إليها المقاتلون والجيش في مؤتن لكن إلى الشرق منه وهناك بلغه وهو توجه أن جموع الأعداد كانت كثيرة فيبدو أنه استفاد من الدرس السابق فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده فأرسل إليه النبي مددا من مئتين آخرين بقيادة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح واستطاع بهؤلاء الخمسمائة أن يداهمهم في ديارهم وقاتلهم وهزمهم وتفرقوا من أمامه وسيدنا عمر منع المسلمين من تعقبهم تعقب الفرين لألا يكون لهم كمين أو مدد وبهذه السرية ثبتت أحلاف المسلمين مع القبائل في هذه الأنحاء ودخلت في حلف المسلمين قبائل أخرى أيضا فهذه السرية كما قلت أنا لا أتنوالها لكن هنا فيها بعض مزايا وبعض فوائد أحتاج أن أركز عليها طيب هنا أولا فإذا الأولى هذه السرية توجهت إلى عرب الشمال قبائل قضاع ويعني جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في غزوة حمراء الأسد أنه لا يسمح أبدا بقول مدة الهزيمة ولا بتكرارها بل كان يسرع فيرسل من الجيوش والصرايا ما يزيل أثر الهزيمة حصل ذلك في حمراء الأسد وفي بعض الصرايا التي لم نتناولها في هذه الحلقات وسيأتي معنا في غزوة حنين إن شاء الله فهذه السرية مما نتعلم منه أيضا خطورة الهزيمة وأنها تجرئ وتغري المزيد من الأعداء على إعادة المحاولة من جديد الهزيمة لا يقتصر أثرها على المعركة نفسها بل يمتد إلى غيرها ويؤثر على عموم الحالة السياسية فلذلك أنت ترى أن القضاعة تجرأت وفكرت في غزو المدينة بعد الذي حصل في مؤتة أيضا من الدروس درس الشخصيات القوية الموهوبة وتوليتها القيادة ووضعها في المكان الأليق بها مع أنها لم تكن من أهل السابقة يعني مثلما فعل المسلمون مع خالد بن الوليد في مؤتة ورضيه النبي ولوه عليهم والنبي الآن يفعل ذلك مع عمر بن العاص وهو أسلم قبل أربعة أشهر فقط فيعني وعمر في هذه السرية كان أميرا على جيش فيه أبو بكر الصديق الذي هو أول الناس إسلاما حقيقة يا جماعة الخير كثير من خسائر المسلمين المعاصرة اللي لم يكن أكثرها كان سببها تنحية أهل الكفاءة إبعاد أصحاب الموهبة فلذلك تقدم وتصدر وأدار من لم يحسن لا إدارة المعركة ولا إدارة التفاوض ولا حتى إدارة الأتباع يعني هنا أنت ترى في هذه السرية سيدنا عمر بن العاص يقود ويأمر وينهى وخلفه أحيانا بعض الصحابة وأبو بكر خلفه فنفذ رأي عمر وأذعن له الباقون باعتبار الأمير ولما أبو عبيدة خلفه في شيء أذعن أبو عبيدة للأمير فمسألة الكفاءة وتقديم ذوي الكفاءة وتقديم ذوي الموهبة هذا أمر مهم وله سابقة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أسلم منذ أربعة أشهر قاد الناس الذين أسلموا من السابقين الأولين كذلك من الدروس والوقفات اللطيفة هنا أن سيدنا عمر بن العاص مع حداثة إسلامه نحن نتكلم على أربعة أشهر فقط هو أسلم أربعة أشهر لكنه كان قادرا على الاجتهاد لأنه يرون أو يعني جاء في الروايات أن سيدنا عمر بن العاص احتلم في هذه الغزوة احتلم أصابته جنابه وكان في ليلة شديدة البرد طبعا الإمام إمام الأمير يعني إمام السرية إمام جاشهو الذي يصلي بهم الصلوات الإمام في الإسلام من يصلي بالناس هو أميرهم هو قائدهم فهنا قام عمر بن العاص فصلى بالناس إماما دون أن يغتسل تيمم فقط فلما رجعوا وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي عن ذلك فقال عمر النبي سأله قال يا عمر صليت وأنت جنب صليت بالناس وأنت جنب فقال عمر يا رسول الله سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم ولو كنت اغتسلت لمت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسكت وكان هذا إقرارا منه بما فعل عمر لكن هنا تأمل في سرعة فهم عمر للإسلام وتقديره للأمر واجتهاده في المسألة أو في الحكم طيب وهكذا يعني نستطيع أن نقول استقر شأن المسلمين أيضا انتشرت هيباتهم في أنحاء الشمال وبينما الأمور مستقرة وقعت حادثة خطيرة ما هي الحادثة الخطيرة؟ نحن ذكرنا في صلح الحديبية أنه من البنود المتفق عليها بند الأحلاف أنه من شاء دخل في حلف محمد وعقده ومن شاء دخل في حلف قريش وعقده وذكرنا دخلت خزاعة قالت أما نحن خزاعة ففي حلف محمد وأما يعني قبيلة بكر اللي هي يعني ند أو خصيم أو عدو قبيلة خزاعة دخلت في حلف قريش هذا الكلام جرى في صلح الحديبية الأحلاف مسؤولية مشتركة يعني يتدافع الحلفاء لنصرة بعضهم البعض وكذلك يتحمل الحلفاء مسؤولية ما يرتكبه حلفاؤهم فهم أصحاب مسؤولية مشتركة في الدفاع وأصحاب مسؤولية مشتركة في تحمل المسؤولية طيب ما هي الحادثة الخطيرة؟ قبيلة بكر اللي هي المتحلفة مع قريش وجدت فرصة لتغدر بقبيلة خزاعة عند مكان قريب من الحرم يسمى ماء الوتير فهاجمتهم في الليل وبعض القادة في قريش قالوا يعني ما يعلم بنا محمد وهذا ليل ولا يران أحد فلذلك أعانوا حلفاءهم من بني بكر بالسلاح فقتلوا منهم عددا طبعا والرواية تذكر أن الذي أعنهم هو صفوان بن أمي فنهض عمر بن سالم الخزاعي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقص عليه ما حصل ويعني على طريقة العرب في وصف الأمر بالشعر فقال مثلا عمر بن سالم يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلد في حلف قديم يعني فوق الحلف الجديد قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر رسول الله نصرا أعتدا يعني نصر سريع حاضر ناجز وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خصفا وجهه تربدا الوجه المتربد الذي يظهر في القضب في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة وزعموا أن لست أدعو أحدا هم بيتون بيتون يعني قتلون ليلا بيتون بالوتير الماء المكان بيتون بالوريد هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فهذا البيان الحربي الذي قاله عمر بن سالم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمر بن سالم نصرت يا عمر بن سالم وهذه هنا نجد أنفسنا أمام واحدة من أهم قواعد الحياة ومن أهم قواعد عالم السياسة المعاهدات يا جماعة الخير هي حبر على ورق إنما تحرصها القوة والسلاح المعاهدات يعني هي لحظة اتفاق بين طرفين وهي لحظة تعبر عن ميزان القوة بينهما والمعاهدة هذه تنهار إذا اختلت موازين القوة يعني لا يحصل على المعاهدة إلا من كان قادرا على الحرب ومن أجل ذلك قالوا العاجز عن الحرب عاجز عن السلم يعني لا يحصل على السلم إلا من كان قادرا على الحرب فالمعاهدة إنعقاد المعاهدة مرهون بالقوة وكذلك استمرار المعاهدة محفوظ بالقوة والأحداث ستظل تأتي بالاختيارات والمواقف التي يعرف بها هذه المعاهدة يعني لا زالت صالحة للبقاء أم الوضع تغير وحين يتغير الوضع تنهار المعاهدة وتكتب معاهدة أخرى جديدة بشروط جديدة والشروط الجديدة تكون تعبير عن الواقع الجديد هذه الكلمة نصرت يا عمر بن سالم سارت في العرب حتى وصلت إلى قريش فعرفت قريش إن معاهدة الحديبي أنهارت فسارعت تحاول تجديد المعاهدة وإبقاء الهدنة وتمديد الهدنة فخرج أبو سفيان مسرعا إلى المدينة وهناك في المدينة حدث أمر جديد وهو ما نراه إن شاء الله في الحلقة القادمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته